بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عندما يفرض المناخ المصري نفسه على مناخ العالم إبراهيم أهلا بك أبا شماندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في لقاء الإثنين من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 793 تأتي في ظروف تستضيف مصر فيها العالم قادة العالم رؤساء ملوك رؤساء حكومات الكل على أرض مصر على أرض السلام شرم الشيخ في هذا الحدث العالمي الكبير يعني النهاردة لو سألت في كل أنحاء العالم إيه أهم حدث على مستوى العالم هيقول لك قمة المناخ التي تستضيفها مصر والتي هي والتي يتوجه ليها قيادات العالم وهو أمر يشير إلى أهمية مصر يشير إلى مكاناتها والدور الذي يعني يأمل للعالم أن تلعبه وثقة العالم في استقرارها وصلابتها وحكمة ومكانة قيادتها ودورها المؤثر هو الأهم ده بتكلم مش في حرب ده بتكلم في مستقبل بشرية وأنا أرى أن نجاح هذه القمة حتستغل شوف سلبا وإجابا مؤكد لأن في ناس في العالم ما يهمهمش غير الشوشرة واجع دماغ لكن أعتقد أن السلام سيسود وسيحكم المزاج العالمي صحيح وأتصور أن قد تكون هذه القمة لها تدعيتها على كل حتة حتى الحرب التي تدور الآن هناك وظهرت من نداء الرئيس السيسي لقادة العالم بالعمل على إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية وقد تجد صدى بالفعل أو تكون نقطة انطلاق صحيح فهذه اللحظات هي لحظات وإن حاول البعض أن يعني يرش بعض الغبار عليها ولكنك هتعملوا كده حيطير بإذن الله نتمنى أن احنا يعني يرى العالم حقيقة مصر من خلال هذا المؤتمر كل العظمة كل الكبرياء لمصر كل الأمنيات الطيبة والتوفيق لقادتها إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر